في هذه المرحلة قررنا تعليق أعمالنا في مدينة صنعاء ما سيؤثر على ثمانمائة وخمسين ألف شخص هذا ما جاء في بيان برنامج الأغذية العالمي الذي أعلن فيه التعليق الجزئي لأعماله في اليمن بعد فشل تحذيراته المتكررة لميليشيا الحوثي التي اتهمها بإعاقة عمله ونهب المساعدات من أفواه الجائعين مدير البرنامج ديفيد بيزلي قال في كلمته أمام مجلس الأمن إن البرنامج يمنع من ممارسة أعماله باستقلالية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون فيما يرفضون تطبيق نظام البصمة الذي يسهل أصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقها ويحول دون نهبها أو التربح منها من قبل النافذين وأضف بيزلي أن نحو 60% من المستفيدين في صنعاء لم تصلهم أي مساعدات إنسانية فيما تظهر كشفات الحوثيين أنهم قد استلموا مخصصاتهم ما يعني أن المساعدات يتم تحويل مسارها لأغراض أخرى يقول البرنامج التابع للأمم المتحدة إنه يقدم مساعدات إنسانية لعشرة ملايين شخص شهريا ما يعني أن عرقلة نشاطه أو توقف سيخلق كارثة إنسانية كبيرة في مناطق سيطرة الحوثيين المناطق الأكثر كثافة في السكان بعد تهديد البرنامج للحوثيين بتعليق أعماله اتهمت الميليشيا في مؤتمر صحفي بصنعاء البرنامج بتقديم مواد غذائية فاسدة للمواطنين اتهامات متبادلة يتوقف عليها مصير ملايين الجائعين في اليمن بسبب الحرب في ظل عدام أفاق انتهائها قريبا أو تحصن أوضاع الناس المعيشية اشتركوا في القناة